يتواجد قادة تنظيم داعش وعلى رأسهم ابو بكر البغدادية وفقا لما جاء في التقرير ربع السنوية الذي تصدره الامم المتحدة والخاص بنشاط التنظيم الارهابية الامم المتحدة حذرت من استعادة داعش لنشاطه مجددا سيما ونزعماته تخطط لهجمات دولية تقرير الامم المتحدة اشار الى ان قادة وعناصر التنظيم يسعون للتكيف والبقاء والتوحد في مناطقهم الاساسية كما ويسعون لانشاء خلايا ثرية نائمة على المستوى المحلية وكان مسؤولون امريكيون قد استبقوا التقرير الاممية باطلاق تحذيرات المماثلة ركزت على النطاق الاقليمي وتشير التقالير الاستخبارية لان عناصر داعش الذين نجوا بعد معارك التحرير وسقوط الخلافة يقدروا بعشرة الاف شخص وبالرغم من كل هذا فان داعش واجه تحديات من بينها افتقاره للمال لادامة عملياته في وقت بات عناصر داعش اكثر اعتمادا على الجريمة للحصول على المال وكان رئيس خلية الصقور الاستخبارية في العراق ابو عالي البصري اكد ان زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي موجود في سوريا وهو مصاب بشلل في اطرافه واضاف البصري ان البغدادي عمد الى جعل العراق ولاية واحدة تتحرك في عملها على المفارز الامنية خلاف ما اعتاد عليه التنظيم بتيسير مفارزه القتالية لافتا الى ان البغدادي ما زال يتمتع بنفوذ قوي وطاعة بين اتباعه من جنسيات اجنبية وعربية وعراقية وقد اجرى تغييرات لتعويض قتله خلال معارك التحرير في العراق وسوريا ارشد الحاكم الرشيد الفضائي